السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم من جديد متتبعي قناة الطبخ مع يوسف انتمنى كامل تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله اليوم جبت لكم وصفة شهية بزاف واللي هي تلي تلي مرقة حمراء واللي كما يقولوا لها البعض لسان العصفور هذا الوصفة التقليدية محبوبة عند الجزائريين كبار وصغر ولفقتها بتحلية صحية وأكيد بنيناء واللي هي عصيدة الكوكاو وعصيدة الجلجلان بطريقة بسيطة وسهلة نبدأ على بركة الله للتحلية نحتاج هذا الرحاية على قهوة باش نحيو بيها الجلجلان هنا عندي 100 غرام تاع غرانتو سيزام اللي حمستو مليح في المقلى حتى اكتسب هذا اللون الرائع من بعد نجوز نرحيه هنا حاولت نحسب لكم الكمية بالمغرفة اللي ما عندوش الميزان وجوني ثمان مغرف كبار نرحي الكمية ديالي كاملة نغرب شوية هنا كين استعملوا هذا الرحاية الجلجلان يولي كودرة واللي ماشي متوفر عندو يقدر يستعمل اي اشوار المهم يحاول يرحيه و هذه هي النتيجة اللي تحصلت عليها نزيد عليها 50 غرام سكر يزوج مغرف كبار يعني السكر حسب الذوق و نحط عليهم 50 غرام فارينا حاولي زوج مغرف كبار معمرين مليح و اخيرا نكمل نحط 600 مليلتر حليب غير بشوية نبدأ نحط زوج كيسان و نخلط بالفوي من بعد نكمل بلوبراميكسر باش نحي يكمل هذوك اللي يقريمو واللي ماشي متوفر عندو يكمل بالفوي لكن راح يطلب منو شوية مجهود ماشي بزاف حاجة قليلة بركة الميكسي بيان و نكمل نحط كاس ونص حليب دونك لوتو ستعمل ثلث كيسان ونص تحليب نعود الميكسي مليح حتى نتحصل على هذا القوام يكون ليس ما شاء الله نفرغ الخاليط دونزين كاسرول و ندرها فوق النار متوسطة و نكمل الخلط هنا من المستحسن نستعمل لفوي حتى و نتقال الله كريم دينا و يبدأ يدير في هذه الفوقاعات كما رأيت بالكم كي نحوهم فوق النار هذا هو القوام اللي نتحصلوا عليه نخليها تدفى شوية و نفرغوها في الكيسان ليفيرا ديسير و لا اي كاس متوفر عندكم هنا نحاول نعمل غير نسكاس و لا نفرغوه قيس ان يلوش تع عصيدة الجلجلان بعد ما كملت الكمية اللي عندي نحاول نخبط شوية الكيسان كي ما راكم تشوفوه باش يتسقم السطح تعهم نجوز ندير العصيدة الثانية بالكوكاو هنا حبيت نعطي لكم طريقة ثانية ديراك تومو بالميني اشوار نضع مية غرانة على الكوكاو محمص مليح و مقشر و نقاشيه من بعد نزيد عليه خمسين غران فارينة و خمسين غران سكر و نكمل نحية كل شمليح حتى نتحصل على اين بودر كي ما راهي تبا لكم هي طريقة نفسها مع الاولى نزيد عليها 600 مليلي تر مل حليب ولكن ما نحطوه مش ضربة واحدة نزيدوها غير بالكاس من بعد نحط الخاليط الدخل كسرونا هنه تقدروا تخليوها كي ما راهي و يبقى لكم دي كريم متاع الكوكاو اذا نخلطها هكذا و نحطها فوق النار متوسطة بلا ما نحبسه متحرك بالفوي تختار الكريمة و تبدأ تدي الفوقاعات باش نحيها مفوق النار نخليها تدفى شوية لطون دي كوري و ليفيرين ديالي بحبيبات الزبيب لليزن سك هذو قلتوكم ديجان نقدروا تديرو شوية جوز ولا اي مكاسرات عندكم في الدار كي ما تقدروا تستغناءوا على هاد المرحلة كي ما تقدروا تديرو عصيدة واحدة برك في ليفيرين نعمر الكوكوس ديالي بلا كريم بتاع الكوكاو و نخليها تبرد نجوز و نوجود طبق الرئيسي فلا كوكوت نحط مغرفة سمن البلدي كما تعرفوا الاطباق تقليدية تحب سمن نزيد عليها زوج مغرفة زيت المائدة و نحط عليها دو كويس دو بولي حساب العيلة هي تليجي مليح كين ديالوه بطرف الجاج و طرف الحم هنا سيبو سارني رايح نديرلو ليبولاتي على الحم و نخلي الجاجي تحمس مليح من كل الجهات على نارها هادئة من بعد نزيد عليه حبة بصل مسكرفجا و اربع سنات ثوم مرحي و نخلي مغرفة ثوم مع مغرفة بصل باش نديروهم فلي بولات نخلط و نخلي كل شي تقلى مليح كيذ بل بصل نزيد عليهم زوج حبات طماطيش كرفجتها و لا تقدرو ترحيوها نزيد عليها مغرفة كبيرة ملح و نصف مغرفة فلفل كحل و نصف مغرفة كوركم اللي رايح يمدلها لون بزاف شباب نزيد عليها مغرفة كسبر مرحي و مغرفة عكري نخلط كل شي مليح من بعد نزيد زوج حبات فلفل دريس اللي يحبو الحرب ينسير نرجع لغطاء و نخلي الجاجي تحمس مع الطماطم و ليزي بيس كي ما موالف نقول لكم هذة تقلية هي سر بنت كل أطباق اللي نوجدوهم هنا نجوز المرق نحاول ندير كمية معتبرة من الماء فرسكو نحتاج بزافة سوس باش نشرب بها تلي تلي و نزيد كاس صغير حميصة و نقلق على الكوكوت ديالي من جهة أخرى عندي كمية على الحم اللي مكفت نتبلو بالتوابل اللي احتتهون فلاصوس هنا عندي نص مغرفة ملح و نص مغرفة كسبر و نص مغرفة بابريكا و نص مغرفة كوركم نكمل نحط مغرفة بصل مع نص مغرفة ثوم و في الآخر نزيد عليه مغرفة كبيرة شابليو خبز مرحي مع مغرفة كبيرة حليب هذو باش الحم يجينا طري بلا ما نساو مغرفة عزيت المائدة اللي تقدروا تعاوضوها بالزبدة نخلط الفيونتاشي بيا حاول ندخل فيه كامل لزي بيس اللي درتلو ندهني بشوية زيت و نبدأ نريف البولات و نحطهم في الطبسة فهذا الوقت يكون الجاج طعب و ينشر ما نخله شيدو بالنا لازم يجي حاكم و روحوا شوية كما قلت لكم توجور كل ما يعزل الحم عن العظم اهنا نقلو باللحم تعنا راه هو واجد اهنا الجاج طعب زبدة نحيوه ملاكوكوتر بالعقل شوفوا اللون الشباب اللي تحصلنا عليه من الكوركم و البابريكا الله يبارك نكمن نحط البولات يطيبوا فلا سوس هنا يبالي المرقة مخصوصة شوية اذا زيت مرقت بكاس ما سخون بيانسير و نغلق على كوكوت ديالي نحط شوية زبدة نخليها تدوب من بعد نحط تليت لي ديالي انا هنا استعملت ساشي ونص لونك دوازو نحمسها مليح على نار قليلة صدقوني هذا التحميص رايحة تدير فرق كبير في الذوق نحرك هكذا بالمغير فحتة نتحصل على هذا اللون الرائع في هذه المرحلة نزيد عليها كاس ما سخون و انظروا كيفاش تليت لي راح يشربوه ان كلك سيقوند ما نحبسش ما التخلاط باش ما يتعجنش احنا اللي يحب يفور تليت لي يفور زوج حتى في التمرات انا حبيت انسهل العلية الخدمة تاتيجات خرجنا احسن وتربحوا بزاف وقت وما يتعب كمش ثاني في الخدمة نجوز ان حيلي بولات منصوص غير بالعقل رهم موجدين من بعد نسقي تليت لي هذه المرقة اللي طب فيها الجاج ولي بولاد دوفيونداشي اللي ريت بن بنينة ما شاء الله احنا لازم نحط المرقة ونخلوها حتى يشربها ونذوقوه ولا ما زالها محتاجة نزيدو لها المرقة حتى الجيسوسوا كي مراكم تشوفو كي شرب تليت لي مليح عمرته في المول ديالي وخليته يدفى شوية وباش نحاول نقلبوه في طبق تقديم نديموه لي وهير بالعقل باش نتحصلوه على هات النتيجة الرائعة ونبدأولو دريساج اللي هو اختياري بيانسير نحط اطرف تعالجاج اللي قلتهم في شوية زبدة وقسمتهم على زوج نحطوهم هكذا في الوسط كي مراكم تشوفو من بعد نغطي العظم بالبابياليمينيوم ونكمن نحط البيض اللي قطعته على 4 نحطهم هكذا سير داير في الاخير نحط لي بولات نحاول نعمر كامل هذا اللي فيد هذا اللي دريساج قلت لكم ونعود لكم توجور اختياري وكل واحد يدريسي بالطريقة اللي يحبها هذه هي النتيجة اللي حصلت عليها شوفو شاه الله يبارك هنا اخصطني شوية على كولر ومديكوري لصية ديالي بمعدنوس مقطع رقيق وزيت عليه حباتها فلفل دريس وزيت كملت ديكوريت اللي ديسير مكسيرات والورد المجفف وهذا هو الشكل النهائي هذا هو الفيديو ديالي نهار اليوم ما تنسوناش بالاعجاب والاشتراك في القناة بشي الحكوم كل جديد تربحوا ان شاء الله اشتركوا في القناة